صويروا بيها القلوب بحيطوا بيها الذلوب إلا أعظم المحلوظ ما يحصل الآن في بلاد المسلمين في فلسطين وغزة ما الضمن أن لا يحصل غدا عندنا العدو عدو في كل مكان والدنيا فتانة في كل مكان وكلاب الدنيا في كل مكان ما الضمن لا الضمن لنا إلا المحبة فيما بيننا في صدق والمحبة لله لا شيء آخر أبدا على الإخلاق jadi apa yang berlaku pada saudara kedai فلسطين maka itu tidak mustahil juga berlaku kepada pada kita sebab yang nama dia fitnah itu maka ada kemungkinan berlaku pada pada semuanya maka hendaklah kita memberikan perhatian kepada kepada saudara kita لذلك انتبه وحافظ على مصدر قوتك وهي صحف المحبة مع الله عز و جل وهو رأس مالك في الدنيا والعقبة يومين ينفعوا مال والمنون إلا من أتى الله بقلب سليم ما سلامة القلب المحبة وإذن تفت المحبة من القلب دخل الغش والخداع والأمانية والشيطان والعيز بالله فضاء مقا جعله sesuatu yang berharga untuk bersama kita iaitu سدق المحبة مع الله supaya kita benar-benar ada rasa cinta kepada الله سبحانه وتعالى maka inilah bekalan kita sebagaimana yang disebutkan Al-Quran hari akhirat itu tidak manfaat kecuali yang membawa hati yang sejahtera bermaksud hati yang benar-benar محبة kepada الله سبحانه وتعالى لا صدق محبة مع الله وعداء مع القلب ولا محبة صدق مع القلب وغفلة عن الله مستحيل المحبة لا تقبل الفرقة أبدا على الإطلاق طلاق المحبة طلاق باء لا رجعة بعد وزواجها زواج أبدي لا طلاق منه أبدا فتح الشيء mengatakan لا محبة وعداء سواء سемуاء لا محبة وعداء فتح حسن特別 conference ET полож لا منح وعداء UN الله سبحانه وتعالى